أما مثل التجيش وين يقف وعي الناس؟ أنت ماذا رأيك؟ ما وصلنا إلى حال من الوعي؟ بالتأكيد ما وصلنا إلى حال من الوعي ممكن أن نأتي التوعب مثل هذه المسألة؟ والدليل على ذلك أستاذ ياسر وهذا الشيء من الأشياء الجميلة التي عكسها لنا تويتر بالذات خاصة أنا دائما أسميه بتويتر السعودي مدى الوعي الموجود لدى يعني على الأقل أنا أتكلم عن مجتمع لدى المجتمع السعودي يعني لو كان من تمت دراسة مقارنة ما بين ردود الأفعال نقول من عام 2011 إلى 2010 تجد فارق كبير وشاسع جدا لماذا أخترت؟ له بداية اندلاع ما يسمى زعم بثورات أنا أسميها الدم العربي وليست الربيع العربي يعني كان هناك انجراف واضح بشكل أكبر على الأقل تسوقهم في ذلك العاطفة من خلال ما تم استغلاله من قبل جماعة وتنظيم الأخوان في التسويق أنذاك لموضوع الثورات وما إلى ذلك والبزعم الديمقراطية وإشاعة الديمقراطية في الدول العربية وما إلى ذلك لكن الآن لو تقارن أصبح الوعي واضح ملموس جدا يعني هذه الأحداث وهذه التغريدات عفوا التي ممكن أن تصدر من بعض مثلا انحسرت كعدد ردود الأفعال حتى وإن وجدت بعض المتعاطفين إما يعني يتعاطفون أو تجد في الغالب هذه الحسابات أساساً مش سعودية ولا منشأها سعودي والغالب بشكل أكبر وأكثر حتى لو كان من ثمة تعاطف تلقاه طبعاً وما هو سهل لما أقول لك حتى التعاطف المخفي لكن تعاطف ظاهر وصريح ومعلن مثل ما كانت في بداية عام 2011 و2012 أنا ذاكنا طبعاً